السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء طلاب الصف الثاني السنوي رجعنا لكم تاني في معلومات سريعة ومفيدة كده في منهج الترم التاني معلومة سريعة بسيطة هتفيدك في تحديد نوع الروابطة عند القواعد العامة لتحديد الروابط اول قاعدة فرق السالبية اذا كان فرق السالبية اكبر من 1 و 7 من 10 هيبقى المركب بتاع عيوني الا اذا الا اذا كان العنصرين المتحدين لا فيلزين وده زي فلوريد الهيدروجين القاعدة التانية بتقول لي اذا كان فرق السالبية هيكون اقل من 1 و 7 من 10 فده هيكون مركب تساهمي الا اذا كان العنصر المتحد ما عندي هيدروجين والعنصر الاخر فلز فهيدريدات الفلزات مركبات ايونية يبقى حضرتك تسجل الاشيواز ديت عشان تحتاجها بعد كده عندك تاني قاعدة بيقول لي نوع العناصر الدخلة في تكوين الرابطة فاذا كان عندي فلز ولا فلزة هيبقى المركب ايوني الا اذا اللي اذا كان فرق السالبية اقل من 1 و 7 من 10 زي كولوريد الالمونيو عند هنا العنصر لا فلز ولا فلز على طول كده هيبقى المركب بتاعنا مركب ايه تساهمي طيب الملاحظات الهمة اللي انا عاوز اقولها لك ان فلوريد الهيدروجين رابطة في رابطة تساهمية بالرغم ان فرق السالبية اكبر من 1 و 7 من 10 طبعا عشان العنصرين الدخلين في تكوين ولا فلزات هيدريدات الفلزات بتبقى المركبات او الرابط بتاعتها رابط ايونية زي مين كده برافا عليك زي هيدريد السوديوم هيدريد الليسيوم ديه رابط ايونية بالرغم ان هما بيقعوا في نفس المجموعة وفرق السالبية مش هيكون 1 و 7 من 10 مركب كولوريد الالمونيوم قلنا مركب تساهمة بالرغم ان الالمونيوم في ليز والكلور لا في ليز عشان فرق السالبية بيكون اقل من 1 و 7 من 10 في عندي بقى نقطة مهمة جدا عاوز اتكلم عليها الفرق بين قطبية الرابطة وقطبية المركب قطبية الرابطة بتتوقف على فرق السالبية ونوع العناصر كما سبق اما قطبية المركب بتعتمد على شكله الفراغي ووجود ازواج حرة والكلام ده هنعرضه في الامثلة بتاعتنا دي احنا عندنا هنا كده موجود عندي المركب ده اللي هو المسان مركب غير قطبي عشان الفرق في السالبية بين الكربون والهيدروجين الفرق في السالبية بيكون اربعة من عشرة فهو مركب غير قطبي كمان الشكل الفراغي بتاعه بيبهرهم رباعوا مفيش عليه ازواج حرة هنا الاربع روابط دولا بيضيعوا بعض يعني ديت معدي او دي معدي بيضيعوا بعض القطبية بتاعتهم بتتلاشة محصلة العزوم هنا بصفة بالرغم انه مش على استقامة واحدة طيب عندي هنا المركب ده المركب ده ليه نفس الشكل الفراغي هرم رباعي برد ولكن انا عندي هنا العناصر مختلفة يبقى عندي تلات عناصر عوما تلات زرات هيدروجين وزره كولور ده خلى المركب بتاعنا مركب قطبي اللي جانبه سي سي ال سي اتش سي سي ال سري سي اتش سي سي ال سري مركب قطبي عشان الرابط بتاعتنا غير متماسلة والهرم بتاعنا او الشكل بتاعنا هرم رباعي المركب بتاعنا هنا قطبي السببين الرابط قطبي بين النيتروجين والهيدروجين وعندي زوج حر بيعمل استقطاب وده بيخلي المركب قطبي يبقى اي مركب بالشكل ده كده زي النيتروجين هيبقى مركب قطبي حتى وان كان الفرق في السليبية بين النيتروجين والعنصر اللي معاه اقل من واحد وسبع من اقل من اربعة من عشرة بس ساعتها هيبقى عندي الاستقطاب جاي بسبب الزوج للحر عندي هنا الكربون والاكسوجين الفرق في السليبية بينهم بيكون اكبر من واحد وسبع من عشرة فالربط اللي قدام ايه اقل من واحد وسبع من عشرة واكبر من اربعة من عشرة فبتكون الربط ده ربطة قطبي ومع ذلك الجزئ بتاعنا جزئ غرقوب لان الربطتين محصلة عزوم للزواج بتاعتهم بتساوي ايه صفر? والشكل بتاع المركب بتاعنا خطي. يبقى كل الجزئات الخطية على طول كده هنقول فيها الروابط بتاعتنا او المركبات دي بتكون مركبات غير قطبي. عندي هنا المركب بتاع ده قطبي. بالرغم ان هو ليه نفس التركيب يعني نفس هنا اس اوتو وهنا سي اوتو ولكن هنا في زوج حر موجود على الكابريت. فخلى الجزئ بتاعنا جزئ ايه قطبي. يبقى الاستقطاب سببه زوج الالكترونات الحر الموجود على زر الكابريت. بالتوفيق ان شاء الله يا شباب ونشوفكم في معلومات سريعة في الفترة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.